رجل كانت أمه تخيط الملابس ثم ماتت وقبل موتها عينها قد رمدت من كثرة ما تخيط وكانت تقول يا بني إذا تخرجت تركتها المكينة الخياطة ورميتها فلما أن تخرج خرجت أروحها وماتت أمه أتى خاله وهو يبكي كان لك كفك في دمعك تحب ضمك بدأ البر الحقيقي الآن كفك في دمعك وش لأمك في مالك كم لأمك من دعائك قال أمي اشهد علي لها ثلث مرتبي ما بقيت حيا يقص لي القصة ويقول أنا متقاعد من التعليم هذا العام 33 سنة والله يا شيخ أنني ما تركت شهرا إلا أخرجت من الثلث إلى النصف وحبب إلي سقاية الماء أحفر الآبار وأركب البرادات وأجل الماء حتى للبهائم في البر يقول الماء لا أذكره وحسب يا شيخ 33 سنة الشاهد يوما خرجت من مسجدي فإذا في عمال يركبون برادة في المسجد فنظرت إليهم ومسكت رأسي قلت يا بوبندر أنت أعمى مسجدك تتركه وتركب في المملكة وخارج المملكة وتحفر آبار تنسى مسجدك فإذا بإمام المسجد يضع يده على كتفي ويقول بوبندر أبارك لك الأجر قلت له لا تحسن الظن والله ليست مني قال بل هي منك قالت والله ما اشتريتها إذا بابني بند بدر عمره في الصف الأول الثانوي ينكب على يدي ويقبلها ويقول أبوي أنا سنتين أدعي أن الله لا يريك مكانها البرادة لأني أجمع العيديات والمال من عامين أجمعها حتى أركبها البرادة جدتي يا أبوي ما شفتها لكن عاشت معنا وعاشت من قوتنا ثم رفع الشاب الصغير وتوجه للقبلة يا رب اسقي أبي من سلسبيل الجنة اللهم إنها عنه وعن والدته هنا بكى ولا تلام عينه رد الله عليه الصلاحة في ذريته أحبابي لو نبكي على نصائب القبور ونسح ولا ألوم عينا تبكي والله إنها من البر وهذا دليل كما قال الدكتور خالد لربما بر مخلوط بتقصير قليل أتم هذا الدعاء 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 الصدقة أمك يا أخي يا من ماتت لو أتتك كل شهر ألا تضيفها يا مسلم أمي لو تجيني ما حط حقها في الغنة ما حط في الإبل يا أخي ضيفها ولو بدبيحة واحدة بما بإطعام الطعام بأن تكون صالحا في نفسك وأن تصل أرحمها فيا أيها الأحباب أقول لمن فقد أمه وفعلا ضج الحنين في قلبه والشوق قطع عروقه ولا ألومه هذه حلوة اللبن هذه باب الجنة لكن أقول فضلا من الله أن الله فتح بعد موتهم البر وأعيد المثال الأول يا من ماتت أمه ولا والده لو مريت المقبرة وطلع راسه من نثيلة قبره وصاح تكفى ونبوك تكفى ونموك والله أني في حاجة إلى صدقة في حاجة ما يوسعها اللحظة الضيق والله لأخرجن من مالي كاملا ووالله ما أبقي شيء والله بدون ما يطلعون من قبورهم إنهم في حاجة رب ارحمهم كما ربونا صغارا أنا حقيقة شاهد قصتين قصيرتين